اشتركوا في القناة في الوحدة الثانية في نص الفهم القراءي بعنوان ذكريات المهى اعداد وتقديم هذا الدرس المعلم نواف السحباني سنتعلم هذا اليوم يا أبنائي في أهداف هذا الدرس أن يقرأ الطالب النص قراءة سليمة وأن يجيب الطالب عن أسئلة تفصيلية حول النص وأن يكتشف الطالب أيضا معاني الكلمات الجديدة من خلال التضاد والترادف والسياق هل تشاهدون هذا الحيوان في هذه الصورة ماذا يقول هل تعرفون من أنا وما حكايتي يسألكم هل تعرفون من أنا وما حكايتي من يعرف هذا الحيوان اسمعوا ماذا يقول أنا المهى أسرتي تسمى المهى العربي الوضيحي والجميع يصفني بالجمال الرائع أنا المهى أسرتي تسمى المهى العربي الوضيحي والجميع يصفني بالجمال الرائع إذن هو موصوف بالجمال هذا ما يسمى بالمهى المهى العربي يقول ليعينان سوداوان واسعتان وقرنان طويلان قويان كأنهما سيفان تشاهدون هذا هو المهى العربي في هذه الصورة نشاهد هذين القرنين الطويلين الذي كانهما سيفان يقول في قصته كنت وإخوتي نعيش معا في الصحراء بسلام ومحبة ووئام وكانت غزلان الريم الرشيقة وطيور النعام الهادئة ترعى العشب معنا وإلى جانبنا حتى جاء يوم لا أنساه كانت الغزلان ترعى العشب المهى العربي وغزلان الريم والنعام أيضا وغيرها من الحيوانات ترعى العشب حتى جاء يوم لا أنساه يقول هذا المهى حتى جاء يوم لا أنساه فبينما كنت وإخوتي نشرب من الينبوع وإذا بصوت مدون يروعنا ويعكر صفو شرابنا لم نعتد على ذلك من قبل ما تتوقعون هذا الصوت وأنتم تشاهدون هذا الصياد أحسنتم الصوت أكيد أنه أتى منبق من دقية هذا الصياد فجرينا بالسرعة المعروفة عنا بحثا عن مخبأ أمين وإذا بإخوتي يتساقطون على الأرض واحدهم تل والآخر آه إن دماءهم تنزف بغزارة إثر رصاصات قاتلة أصابتهم من بنادق الصيادين إذن المه العربي بدأ يجري وإخوته معه والحيوانات هربا من بندقية الصياد ولكن بندقية الصياد أصابت كثيرا منهم فبدأوا يتساقطون وهو المه العربي يتحسر فيقول آه إن دماءهم تنزف بغزارة بعد أن شاهد جراحهم بأثار رصاصات الصياد فيقول صاحت أمي الصيادين الصيادين أسرع العدوى يا بنيتي إياك أن تتوقفي حتى لا يصيبك الأذى أطعت أمي إذن الأم الحنونة أصاحت بابنتها فقالت لها أسرع العدوى يا بنيتي إياك أن تتوقفي حتى لا يصيبك الأذى فماذا صنعت هذه البنت المطيعة أطاعت أمها وأسرعت وأخذت تقول وأخذت أعدو بسرعة وكنت أنادي إخوتي السرعة السرعة والهمة لنفوز بالنجاح فكانت أيضا هي تنادي على إخوتها وتقول السرعة السرعة والهمة لنفوز بالنجاح وتحثهم على السرعة حتى يفوز بالنجاح وينجو من بندقية هذا الصياد الظالم فماذا حدث بعد ذلك؟ تقول وانطلق بعض إخوتي يجرون ورائي حتى وصلنا إلى واحة كثيفة الأشجار فاختبأنا فيها وانصرف عننا الصيادون الظالمون إذن والحمد لله اختبأوا خلف بعض الأشجار حتى انصرف عنهم الصيادون الظالمون الذين جاءوا لاستياد هذه الحيوانات في هذه المناطق تقول لكنهم كانوا يعودون بعد ذلك فيصيبون ببنادقهم الكثير منا فلم يبقى من عائلتنا إلا أنا وأختي الصغيرة نمشي والخوف يلازمنا إذن الصيادون الظالمون قتلوا كثيرا من عائلة هذه المسكينة حتى لم يبقى إلا هي وأختها الصغيرة تمشي والخوف يلازمها دوما خوفا من بنادق هؤلاء الصيادين الظالمون فماذا حدث بعد ذلك تقول وذات يوم تمكن الصيادين من الإمساك بنا أمسكوا بهم بعض الصيادين ولكنهم كانوا بعض الصيادين الطيبين وليسوا من الصيادين الظالمين فأحضرون إلى محمية عروق بني معارض وأقول لكم إني هنا أشعر بالأمان وأشدو للحياة الباسمة إذن أخذوا هؤلاء الصيادين أخذوا هذا المهى وأخته وكثير من الحيوانات ووضعوهم في هذه المحمية خوفا على حياتهم حتى لا تنقرض حيات بعض الحيوانات مثل المهى العربي فوضعت هذه المحميات من الهيئة السعودية للحياة الفطرية حماية لهؤلاء الحيوانات ننمي لغتنا هنا يا أبنائي نقرأ أكتبوا ضد كل كلمة مما يلي في المكان المخصص لها إذن أكتبوا ضد كل كلمة مما يلي في المكان المخصص لها نشاهد هذه الكلمات ونحاول البحث عن ضد هذه الكلمات ونكتبها في الفراغ المناسب تحتها هنا ما هو ضد كلمة السرعة؟ ما هو ضد كلمة السرعة؟ السرعة بالتأكيد هي ضدها كلمة البطل السرعة ضدها كلمة البطل نشاهد الكلمة الثانية القوة ما ضد كلمة القوة؟ هيا يا أبنائي من يعرف؟ أحسنتم ضد كلمة القوة هي كلمة الضعف ضد كلمة القوة هي كلمة الضعف وما ضد كلمة الجمال؟ الجمال أحسنتم نعم ضد كلمة الجمال هو القبح الجمال ضده كلمة القبح وما ضد كلمة الخوف؟ الخوف الخوف ضده الأمان إذن السرعة ضدها البطل والقوة ضدها الضعف والجمال ضده القبح والخوف ضده الأمان أحسنتم ننمي لغتنا هنا أيضا ونضع إشارة صح أمام الإجابة الصحيحة فيما يلي أضع إشارة صح أمام الإجابة الصحيحة فيما يلي التعبير بكلمة آه في جملة آه إن دماءهم تنزف بغزارة آه إن دماءهم تنزف بغزارة ماذا تعني كلمة آه التي في الجملة هنا؟ آه إن دماءهم تنزف بغزارة هل هي تفيد التضجر؟ أو تفيد التعجب؟ أو تفيد التوجع؟ أو تفيد السخرية؟ هل تتوقعون أنها تتضجر من هذه الدماء؟ أو أنها تتعجب من هذه الدماء؟ أو أنها تتوجع بعد رؤيتها لهذه الدماء؟ أو أنها تسخر من هذه الدماء؟ بالتأكيد هي تتوجع من أن هذه الدماء تنزف بغزارة فهي تتوجع بعد أن رأت أن هذه الدماء تنزف بغزارة نشاهد الجملة الأخرى التعبير بجملة أشدو للحياة الباسمة تعبير بجملة أشدو للحياة الباسمة ماذا تعني أشدو للحياة الباسمة؟ هل هي الحرص والاهتمام؟ أم الأمل والفرح؟ أم رفع الصوت بالصياح؟ أم هي اللعب في البراري؟ ماذا تعني أشدو للحياة الباسمة؟ تقول المهاء عندما أحضروها إلى محمية بني معارض تقول أنني هنا أشعر بالأمان وأشدو للحياة الباسمة هل تقصد الحرص والاهتمام؟ أو الأمل والفرح؟ أو رفع الصوت بالصياح؟ أو اللعب في البراري؟ أحسنت من قال الأمل والفرح؟ فهو محسن ونقول له أحسنت الأمل والفرح؟ إذن هي معنى والتعبير بأشدو للحياة الباسمة؟ نعني به الأمل والفرح؟ نشاهد هذا التقويم يا أبنائي بما وصفت المهاء نفسها؟ المهاء في البداية وصفت نفسها ببعض الصفات نحاول أن نتذكر شيئا منها الصفة الأولى ما هي؟ نعم الصفة الأولى واسعة العينين أحسنتم إذن هي واسعة العينين المهاء واسعة العينين وأيضا ماذا أيضا؟ ماذا نعرف من صفاتها؟ نعم طويلة القرنين إذن هي واسعة العينين وطويلة القرنين وماذا أيضا؟ نتذكر شكل المهاء صحيح سوداء الأرجل إذن واسعة العينين وطويلة القرنين وسوداء الأرجل وأيضا هي سريعة الجري إذن سريعة الجري وسوداء الأرجل وطويلة القرنين وواسعة العينين تبقى لنا صفة واحدة من صفاتها ما لونها؟ أحسنتم هي بيضاء اللون أحسنتم إذن هي بيضاء اللون هذه هي صفات المهاء الخمسة التي وصفت المهاء نفسها بها تعلمنا في درسي هذا اليوم في درس المهاء العربي نص الفهم القراءة المهاء العربي صفاتها أنها أولا واسعة العينين كما قلنا قبل قليل وطويلة القرنين وسريعة الجري وأنها أيضا سوداء الأرجل وأنها بيضاء اللون إذن هي واسعة العينين طويلة القرنين سريعة الجري سوداء الأرجل وأيضا هي بيضاء اللون أين تعيش هذه المهاء العربي؟ إذن نقول تعيش في المحميات التي أنشأتها الهيئة السعودية للحياة الفطرية للمحافظة على الحيوانات المهددة بالانقراض ومنها المهاء العربي إذن هذا هو المهاء العربي صفاته الخمسة كما ترون وأيضا نعرف أين يعيش فهو يعيش في المحميات التي أنشأتها الهيئة السعودية للحياة الفطرية للمحافظة على هذه الحيوانات من بعض الصيادين الظالمين وإلى هنا ننتهي من درسنا لهذا اليوم نأمل أن تكونوا استمتعتم واستفدتم من هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر